العالم بره عايز يسمع صوتك العالم بره عايز يعرف انت بترفض ولا قابل فيه غليان ولا مفيش غليان لو نزلت الشارع ولبست اسود وتقدر تعمل كده وتتحمل مسؤوليت ده وامنك الشخصي اعمل لو انت خايف وده حقك برضه خايف تنزل وتعمل ده وتلبس اسود برضه ده حقك لو انت عايز تروح لحد اللجنة وترفض وتكتب لا برضه ده حقك انا مقدرش احجر عليك لكن لو انت عايز تعمل حاجة آمنة جدا ومطمئنة جدا ومحدش في الدنيا انا بقولها لك بثقة هيتطلع عبيان خش بقى على الموقع ده باطل تعديل الدستور وهتخش تيملة ده وهتدوس هناك لك خلاص احنا عايزين نوصل ده الملايين ايه بقى الفكرة ان ده يوصل لملايين لما يوصل ده الملايين نقدر ببساطة نقول للعالم الغربي ان المصريين بيغلوا وانهم رفضين لان كده كده الدستور بتاع السيسي او اللجان بتاعته هتتزور هتتزور انسق اي قصة هتلاقيهم هيزوروها القضاء بتاعهم الورق بتاعهم والدفاتر بتاعتهم وانت في الاخر يا ابني لا حيلة لك حتى لو رحت وقلت لا هتتزور هتتزور اللجنة الانتخابية لا يطعن عليها اللجنة الانتخابية ببساطة تجديدة جدا بتاعت السيسي والجيش هو اللي بيحرص والورق هم اللي عاملينه والقضاء بتاعهم اللي هيشرفوا يعني وحتى لو القاضي في اللجنة الفرعية عنده ضمير وسبك تقول لا القاضي اللي موجود في اللجنة العامة اللي هتفرس في الاخر هيزور ويقولك لا انا بقولكش ما تروحش روح وقول لا انت حر لكن انا بقولك كمان حتى لو رحت وقلت لا ده لا يمنع اطلاقك انك تدخل هنا وتقول لا صوتنا هنا لازم يوصل امنة جدا انا بقولك